مظبوط يا أخي عزوز؟ أم عالي مظبوط المظبوط يا شيخ علوان وعلى فكرة بقى أنا ما بعدش إخوانا لا أنا بس بمل عيني وإداية من الفلوس الكابري ده غالي عليها هو يا شيخ علوان الكابري ده في شقة عمري دولاك إنت ونجمة مصر هذي كان اليوم كن أفرد فيها أبدا أنت حتمثل يا عزوز ده أنت لايث مليون مقفول فوق تامنه اللي استاه بنتعلم منك يا نجمة مصر والمليون الزيانة ده بقى عشان فيه من راحتي ولا أنا راحتي ما تسواش مليون جنيه طب امدي يا زيزو على العقل ومن بكرة النجمة تقابلني أنت والأستاذ في الشهر العقاري مفهوم؟ ومالو يا نجمة مصر ألف وبروك يا شيخ علوان الله يبارك فيه على المحل وعلى العروسة طب يلا وجه على العقد عشان نوجه عجدي الجواز يا صرح طب أنا خليك لي يا يقول اللي قولي اللي قولني يا أستاذ العقد بسرعة هاد لحصل الشيخ يا الوام استعجل على الآخر بص بقى تالعمة أنا عايزة يفتح بير قاد كده يبقى مكتوب عليها كازي نوناني آه أكبر يفتح فيك يا شرع الهارة بص يا نادر الودة إبراهيم ده بعد ما راح لكوريا وعاد يعمل الهيصل لعملها دي ويهددها في القوضة وجوده هنا في اليونان بقى خطر يعني هنعمل ايه يا عمادي هاني؟ بص أنا شايف ان احنا نقول له ماشي خد نصف الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهيدي تقرب من السجن بعد كده يبقى يخبط دماغه في الحجبة الودة لبط ومن بيئة واطية ومش هيفوت الموضوع كده وهيعمل مشاكل الودة لازم يطير هيطير ازاي يا عمادي؟ يعني ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبة ويرحلو على مصر طب ما هممكن يكلم مارهون من مصر هنبعملنا ايه؟ بس الودة وجوده في اليونان خطر اسمع فاكر لما كوريا قاعدت معا وزانعته في الكلام وقالته وروح قول لمروان ما راحش وما تكلمش معناه ايه الكلامنات؟ معناه ان احنا لازم نقاعده قاعدة تانية مع كوريا نخليها تضمضلين ان هو ما يفتحش بقه وبعد كده بقى برحله لو عايز مش مضمونة دي كمان كوريا ذات نفسها ما ينفعش طاب مع مارهون تاني انت نسيت يا ندر؟ شوف اعماد مربط الفرس ان احنا نشوف طريقة تضمن ان ابراهيم مفتحش بقه ثانيا بقى نحاول نقلق لعادات ماروان مع كوريا على قد منتر يا دكتور لو سمحت اهي يا ماما عامل ايه دلوقتي؟ نجوان ايوة ممكن تتمنيني؟ دي نجوان يا دكتور بنت حج انت صار اللي هو انت كنت فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من الام بدي معلش يا دكتور اصنع كنت مسافرة برا مصر وليسه راجع دلوقتي وبعدين انا عامل حدثة زي ما حضرتك شايف اهو او انا عايزي تدعيلها لان حالتها بقت حرجة جدا ايه؟ هي حالتها بقت حرجة جدا؟ طب اه طب انا ممكن اخوش اشوفها؟ مش هينفع تشفيها دلوقتي هتبقى الممرضة وانا هقولها امتى بالضبط معيد الزيارة؟ بعد اذنك الاكل هنا في منتجة الجمال ايه؟ بس مفيش اطعم ولا الاز ولا اكمل من البنات السورية اه قصدي قصدي من الاكلات السورية بصراحة اكلهم لا يعلع عليه انت بقى بتحب ايه؟ بتحب الفاتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اتبخهم كلهم وخصوصا خبز الصاج انا شاطرة فيه كتير بعملوا منيح ياه؟ ايه؟ بقى معقولة واحدة زي القمر زيك كده بتخبز بأيديها؟ طبعا قلت ايه بقى في اللي انا قلتهولك؟ مالك فيه ايه؟ فكرت في اللي انا قلتهولك؟ ايه؟ فكرت ايه؟ ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار ليه بس؟ انت عارفة؟ انا جات لي فكرة بمليون جنيه ايه رأيك؟ نفتح سلسلة مطاعم للأكل السوري في اليونان ونبدأ من خمسين لمئة فرع مرة واحدة صدقيني عن كسر الدنيا لا ماني متحمسة لا ليه بس مش متحمسة ليه؟ الله وبعدين ده دي فكرة حلوة جدا وبعدين الحاجات الفلكلورية دي بتشد الناس هنا قوي شوف انا عندي خبرة وشركة ممكن استفيد منهم بكل نحاء العالم لكن هلأ بدي اشتغل بمصر المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف انه هاي افضل فرصة حاليا طب انا مش فهم مصر ليه يعني طب انا وانتي هنا هوت مع بعضه وممكن يعني نكسب هنا برضه لانه هي بلدي التانية وهاي كانت امنية والدي وبعدين انا ما بحب الشراكة السبب الوحيد اللي ممكن يخليني اشارك واحد مصري لو رح يساعدني بمصر وبكل الاحوال انا خلص جهزت كل شي لحتى اروح عمصر وكتير مش تهي اشوف اذا كانت متل ما بتطلع بالافلام يا ديمة انا بصراحة مش موافق الافلام حاجة والواقع حاجة تانية اسمعيلي يعني ان انا اقولك ان انا مش موافق لان انا انا مستحرق من انت ترمي فلوسك كده مش معقولة انا من رأي ان انت تأجلي خطوة مصر دي لغاية ما انا افكر كده واجيبلي خمس ستة افكار وهكلمك في التليفون وانحدد قعدة تانية وانا متأكد متأكد جدا ان انا هقنعك في القعدة دي ان شاء الله بفكر بفكر عايز تسيبي لها الامة دي كلها واتموت روحك وتضيع نفسك يا ولا اسيمين بس يا اما وفي كم هاجر يا اما فالدنيا هاجر دي روحي يا اما وعقلي وعناية اللي بشوف بيها وامك يا ولا امك حبيبتك يا ولا امك اللي شالتك في بطنها تسعت اشهر واهنا على وقته يا ولا اخصى عليك اخصى عليك يا اما الواحد من غير الامة حالته ضغم يا اما ربنا يخليك ليا يا حبي امك انت مين يا جدا انت ومين اللي بعتك الا هو كله ورد ورد يا خسرت الفلوس احنا عزين شوية برتقان شوية موز حاجة كده ترمي الجتة وترمي العظم او انت حتفضلي طول عمر كده يا ولاية عمرك ما هتتغيري يالله يا قصة بكري استناني يا اخويا في عربيتي المرشيدس مرشيدش مرشيدش ياختي سمالله 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 الله يرحم التوكت كل كنت بتركبيه وتلفي به الحتة وتخلي العيال الصغيرة بتوع الحارة يصوروك بالمحمول عشان ايه؟ قالت اتمنظري على مخالق ربنا بقى كده بردك يا سوكا بقى كده يا اخويا ده كلام عايز موت يا اخويا يا كافر وعشان خطر ايه؟ يالله معلش انا لقيتك بقى غايبة عن نمرتك فماردتش عاملك خاصم خاصم وسطك من جتتك يا ولية انت ويقودوا يدوروا على بعضك ده هو مالك انت وما الفلوس ابني حبيبي مالك انت قاله اشتريتوا باع وشرب كل اللي شغالين فيه اشتريتي بقى ازاي نوال مجبت الفلوس دي كلها منية ده بملايين مهري يا اخويا جوزي الشيخ علوان كتبهولي مهري اه ده غير العربية المرشيدس والشقة السبع مطارح اللي بتطلع عني ربنا ازيدك انا وانا ايو والله تستاهلي كل خير ده انت بنت القمرة حبيبتي حبيبتي والله يا موسوكا وانت بقى يا سوكا عايزك يا حبيبي تقوم كده بالسلامة اه الكبري من غيرك مالوش لزوم وممكن تبقى تجيب البيت الحلوة معاك دي ترقص عشان انا خلاص يا اخويا مسكت دلوقتي الإدارة وبطلت رأسه عشان جوزي الشيخ علوان بيغر علي يا موسو تشتغل ايه؟ تشتغل هنا جمي يلا طلع بره اطلع بره يا بتي يا حلوة انت تعاني كلنا ايه بتي عسل يا حبيبتي عسل اه تلبسين نبيت كده لي يا اختي عشان زي ما قلتلك بابي هيطلعك تعملي عمرة انت ومرات عم شكري عمرة انا مش بقيتك تعملي عمرة اول ما نتطمن على هايدي اه وانا ان شاء الله لما خلاص هاخدك ونطلع نروح نحج يلا يا حجة بقى يلا الحسن كده الطيارة هتفوتك ايه ده بيقول لي يا حجة ايوه يا حجة صندس انا ححج يعني انا حروح هناك هملس على شباك النبي والد في كده مع الناس اللي بيلفوا حوالين الكعبة اه يا حبيبتي يا رب يا رب يا حبيبتي انا بقى هناك هجيبلك مية زمزم انت وزاعد هزاعد بيحب البيت قولي لي هو الدكتور قالك ايه انا ممكن هخش هشوفها عايزة تدخل لها تعملي لها ايه مش كفية اللي هافي انت مالك انت انت بتكلمين كده ليه اصلا تنستي نفسك ولا ايه انت حدت ممرضة على فكرة وانا مش بستأذنك انا بقولك الدكتور قالك ايه انت تجاوبين على قد السؤال الدكتور قال الزيارة مسموح بيها بس في حدود وقال انها ما تتكلمش وعلى فكرة انا قلت لها ان انت برا وهي مش عايزة تشوفك ياه طب ايه يا كده انت رايحة فيه انا رايحة اخش اشوف ماما مش هينفع بعد اذنك اتلمي بقى بدل من دهلك الام يا سلام هي حصلت تجبيلي الام انا رايحة اشوف ماما بعدين تبقيتش فيه ماما الفي سلام عليك يا حبيبتي يا ماما انا انا رجعتلك يا ماما مش هسيبك تاني والله انا خسرتكل كلي حاج اللي بقياه انها باللى عشان خطر يا ماما ومي عشان خطر هي يا يا ماما عملت فيه كة كبتحب تعمل فيه كده كنت يا ماما كنتي بخديه من وراء كل اللي عملت يعني جديد الله يسابحك الله يسابحك جديد أنا عاوزة جايتي تسابحيني يا ماما والنبي عشان خطري تسامحيني أنا بالله يستبتك غاصبين عندي أنا سافرت عشان أجيب لك الفلوس وتعملي العملية وتبقي كويسة كنت أحاوزة أشوفك مستريعة وش العنك التعب كنت أحاوزة أفرحك كنت أحاوزة أفرحك كنت أحاوزة أفرحك عاجت كثير أولي عشان خطري سبحيني ماما ماما يا ماما ماما عشان خطري يا ماما متسابينيك لو أحبيني عشان خطري يا ماما 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 قمدا ماما جاهل